اهلا وسهلا بكم في دورة تعليم برنامج وورد الاحترافية نرحب بكم اجمل ترحيب في هذا الكورس الذي سيتناول تعليم برنامج وورد باحترافية ان شاء الله وبدروس تطبيقية سناخذ دروس تطبيقية على برنامج وورد وان شاء الله راح ينال اعجابكم هذا الكورس ان شاء الله يتكون من 15 محاضرة سناخذ تطبيقات عملية وبسيطة ونركز على الامور الفعلية والعملية اللي نحتاجها في حياتنا الالكترونية وان شاء الله راح نتناول تعليم برنامج وورد نسخة 2010 لان هذه النسخة هي اكثر نسخة استقرارا ونسخة سلسة وبسيطة وبنفس الوقت بها امكانيات رائعة احب انوه انو كل الدروس اللي بيها تطبيقات راح نرفق لكم في المحاضرات الصور المستخدمة في هذه التطبيقات لسهولة التطبيق طبعا نحب انوه انو لكل محاضرة تطبيق وهذا التطبيق بعد ما تشوفون المحاضرة تطبقون التطبيق الواجب وتصورون الحاسبة بالتليفون والدزون صورة لي اما على صفحة عالم بها الاحترافي ياما على قناتنا على التليجرام اللي راح ننشر رابطها ان شاء الله لاحقا وطبعا راح يتم تقييم هذه الواجبات وعلى اساسها راح نمنحكم شهادة شهادة مترجمة ان شاء الله تصلكم الى باب منزلكم ما راح نطول عليكم هواي في المقدمة راح نبلش بشكل مباشر في تعليم برنامج وورد البرنامج الرائع الذي يستخدم في انشاء وتحرير النصوص طبعا حتى نفتح برنامج وورد اكو هواي طرق ابسط طريقة لانشاء برنامج وورد اضغط اكليك ايمن على سطح المكتب او اي مكان اخر واختار new اذا كان الحاسوب انجليزي واذا كان عربي اختار جديد ومن ثم اذهب الى microsoft word document اسمي بالاسم اللي اريده مثلا راح اسمي المحاضرة الاولى بعدها اما اضغط double enter يعني انتر مرتين او انتر مرة وبالماوس افتح الملف طبعا هذا البرنامج نفتح عندنا بسيط جدا وسهل وسلس بالتعامل وان شاء الله راح نبسطها اكثر ونعلمكم الامور الاحترافية اللي بداخل هذا البرنامج طبعا نقدر نكتب بالكيبورد الكتاب اللي يريدها مثلا راح اكتب اسمياني بها عبدالستار جبار طبعا داخل هذا البرنامج ما نقدر نجري اي تعديل او تنسيق الا اذا حددنا النص اللي يريد نعدل عليه او ننسق عليه طبعا عملية التحديد والتنسيق يفضل انه بالماوس نحدد اكو هاي طرق للتحديد وان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل بالمحاضرات القادمة الطريقة البدائية هي اضغط من نهاية الفيديو طبعا اذا كان عربي اضغط من اليسار الى اليمين وابقى ضغط بالماوس وافلت الماوس في نهاية الفيديو او نهاية افن النص اذا كان عربي اذا كان انجليزي راح يكون التحديد من اليمين الى اليسار يعني يفضل التحديد يكون من النهاية الى البداية طبعا بعد ما نحدد عدنا جمعة صفحات الصفحة الرئيسية ادراج تخطيط الصفحة مراجع مراسلات مراجعة عرض واخدنا صفحة تنسيق صفحة تخطيط ان شاء الله راح ينفتحن بعد ما ندرج الجداول والصور بالنسبة للصفحة الرئيسية راح يكون اغلب العمل بها اللي هي الصفحة الافتراضية للبرنامج يعني اول ما افتح البرنامج راح القى هاي الصفحة هي اللي متفاعلة واقدر يعني مثلا اجر التنسيقات ادنى مقسمة هاي الصفحة الى مجموعة خانات المجموعة الاولى اللي هي الحافظة المجموعة الثانية اللي هي مجموعة خط ومجموعة فقرة ومجموعة انماط ومجموعة تحرير طبعا مجموعة خط راح نشرح جزء من هاي المجموعة ونكمل ان شاء الله بقية المجموعة في المحاضرات القادمة حتى ليصير حجم الفيديو طويل وحتى نقدر نستفاد ونطبق هاي المحاضرة طبعا عدنا اهنا اول خيار فوق اللي هو الخط عدنا مجموعة خطوط يعني مثل ما تعرفون انه كانواع الخطوط مثال على ذلك الخط الكوفي والديواني والثلت والرقعة والنسخ وهكذا هاي الخطوط القديمة اما الخطوط الحديثة اكو عدنا خطوط حديثة مثل ابدلاين بلوك لوتوس لونتايب خط سند خط كوفيان مجموعة خطوط جميلة وان شاء الله راح ننوح على هاي الخطوط ونعلمكم من ينا تحملون هاي الخطوط وشون تنصبوها وشون تستفادون من هاي الخطوط والزخارف الموجودة بداخل هاي الخطوط ان شاء الله مثلا انا راح اختار هذا اللي هو الخط طبعا الصندوق اللي على اليسار على اليسار نوع الخط اللي هو حجم الخط طبعا نقدر هنا نغير حجم الخط وطبعا التغيير يتمي اما بالماوس يأما نكتب كتابه مثلا اكتب عشرين انتر وطبعا الكتابة بها ميزة انه اقدر اكتب حجم خط ما موجود بالصندوق مثلا المية باعتبار ان المية ما موجودة فراح اكتب مية انتر مثل ما تلاحظون طلعت عدنا هذه الحجم اللي هو مية طبعا عدنا هنا الاي صغيرة والاي الكبيرة طبعا مو الاي كابتل والاي اسم ولا الاي صغيرة والحج صغيرة الحجم والكبيرة الحجم الاي صغيرة تصغر لي النص خطوة خطوة مثلا هنا عدنا البولد اللي هو يطيني ثخن ويغمق لي النص الاي المائلة اللي هي اختصار ايتاليك يتميلي النص هنا عدنا الاندر لاين اللي هو اليو تحت خط رح يضيف لي خط طبعا نقدر نتحكم بالخط اللي تحت الكلمة اللي هو يسمى التصطير طبعا نقدر نغير شكله وبنفس الوقت نقدر نغير اللون مثلا انا رح اختار من لون التصطير رح اختار احمر مثلا بعد من نتسوي عملية التصطير عدنا هنا لون الخط طبعا نقدر نضلل مثلا كلمة بها رح اخليها بلون احمر وكلمة عبدالستار رح اخليها بلون اخضر وكلمة جبار رح اخليها بلون الازرق طبعا رح اختار حجم خط خمسين خمسين انتر طبعا المحاضرة الاولى من ريد نطول عليكم حتى ليصير حجم الفيديو طويل وان شاء الله مستمرين ياكم بالشروحات المحاضرة الثالثة ان شاء الله رح تكون شوية يعني زمنها اطول حتى نشرح لكم اغلب ما موجود بالصفحة الرئيسية طبعا التطبيق تطبيق هذه المحاضرة كل شخص بكم يكتب اسم الثلاثي ببرنامج وورد وانا ولي اسمه بلون احمر والاسم الاب بلون اخضر واسم الجد بلون ازرق وهي التقط لي صورة بالتليفون لعمله ودزولي اياها رح اني اشوف التطبيق والتطبيق طبعا مهم جدا جدا مهم مهما كان بسيط لحد يقول اني اعرف صحيح انتو تعرفون ولكن احتراما للدورة وحتى يكون علي درجة انه لازم نكتب اسمنا الثلاثي بهالمواصفات حجم الخط خمسين يكون بولد مائل تحته الخط واريد الالوان مثل ما تشوفون على الشاشة وان شاء الله اشوفكم بالمحاضرة القادمة باذن الله اشتركوا في القناة